مرحبا طلابي طلاب الصف الثالث العدادي إن شاء الله تكونوا بخير وياكم الأستاذة أسيل زيد العزاوي من منصة إدرس العراق بهذا الفيديو رح أشرح لكم موضوع الرسائل الرسمية والغير رسمية formal and informal letters والموجود في أنيونت السادس من كتاب الصف الثالث العدادي فشن نقصد بالرسائل الرسمية والغير رسمية الرسائل الرسمية هي اللي نرسلها إلى مؤسسات حكومية تكون رسمية الرسائل الخطاب يكون يختلف عن اللي نرسلها إلى صديق رسالة إلى صديق فمثلا عندنا ملاحظة عند وجود ألقاب مثل سير أو ميستر فهو الرسمي يعني من نرسل رسالة بها سير أو ميستر معناها هذه رسمية إلى مؤسسة حكومية ومو إلا يعني تكون حكومية جهة أي جهة رسمية أو أي مؤسسة تقدم الوظيفة تقدم لي شيء رسمي فنستخدم بهذه الألقاب تختلف تكون هناك بعض التعابير الرسمية والغير رسمية التي تستخدم في الرسالة فإذا يعني كتبنا F معناها هذا رسمي فورمال و I معناها informal يعني عنوان الرسالة فمثلا إذا كتبنا دير ميستر سميث طبعا يعني عزيزي السيد سميث فهذا يكون رسمي فورمال دير سير عزيزي السيد أيضا فورمال رسمي وعندنا دير راشد يعني عزيزي راشد هذا تكون لصديق داع أرسله فتكون غير رسمي informal number two starting the letter starting the letter يعني بدء الرسالة مثلا إذا كان مكتوب في بداية الرسالة this letter is to inform you هذه الرسالة هي لإبلاغك فتكون رسمي طبعا فورمال أو مثلا نكتب thank you for your letter of وأيضا يعني شكرا لك على رسالتك هذه أيضا تكون رسمية فورمال أو نكتب thanks for your letter شكرا لرسالتك ها تكون غير رسمي informal وأيضا إذا كتبنا I am writing to يعني أنا أكتب لي أيضا تكون هذه رسمي فورمال number three making a request يعني تقديم طلب فمثلا إذا كان بي الرسالة with you or could you فها يكون رسمي وغير رسمي فورمال وإنفورمال أيضا could نفس الشيء could you formal وإنفورمال يعني رسمي وغير رسمي can you can you ها تكون غير رسمي informal number four saying you are sorry يعني قول بأنك آسف I'm sorry I فهاي تكون informal يعني غير رسمي أنا آسف أنا I apologize for وing طبعا فعل يكون وراها فيكون رسمي هذا أنا أعتذر لي number five to say you are sending something with the letter يعني لتقول إنك ترسل شيئا ما بهذه الرسالة please find enclosed يعني هذا الرسمي الرجاء أن إيجاد المرفق أو الطرد هذا الرسمي يكون formal I include يعني أنا أرفق أو أضع أيضا هذا الرسمي أما إذا وجدنا here is يعني هنا فهذا يكون غير رسمي أما number six closing the letter يعني إنهاء الرسالة فإذا كتبنا بأنها your sincerely هذا يكون رسمي informal أما yours faithfully أيضا رسمي أما إذا كتبنا best wishes يعني أفضل الأمنيات فهي نكتبها إلى الأصدقاء طبعا فتكون غير رسمي informal see you soon أراك قريبا أيضا informal غير رسمي والآن أكثرية الطلاب يسئلون شون رح يجي هذا الموضوع بالوزاري فيجينا مثل هذه النقطة طبعا هو ما جاي نهائيا يعني بالوزاري فقط مرة وحدة جاي فهذه الوزارية النقطة كتبت لكم إياها when you say you are sending something with the letter you say here is or I include يعني حينما تقول بأنك ترسل شيء مع الرسالة تقول هنا أو أنا أرفق I include for formal letters هنا أنا اللي يبين لك شنو تختار ليقول لك للرسائل الرسمية إذن من وللرسائل الرسمية نختار here is or I include طبعا I include فنختار I include هذي جاء الدور الثاني 2016 فشنو الطائب لازم يحفظ العبارات الرسمية والغير رسمية حتى يعرف من يكتبوا لي formal letters شنو تختار للرسائل الرسمية و informal letters شنو تختار للرسائل غير رسمية هذا كان أشرح الموضوع الرسائل الرسمية والغير رسمية formal and informal letters إن شاء الله تكونوا استفادتم من الفيديو وانتظروني دائما في فيديو جديد فقط عن منصة إدرس العراق شنو تختار للحاول شنو شهر شكرا